موجز الثالثة من التلفزيون المصرية أهلا بحضراتكم شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط من أدل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة ومنع تصعيد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية مجددا رفض مصر التام لأي مساع تهدف لتهدير الفلسطينيين من أرضهم جاء ذلك خلال استقباله وفد مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري أودوست فلوبر رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية لإنفاذ أكثر من مليوني فلسطيني إنقاذهم من المعاناة الإنسانية الهائلة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري أودوست فلوجر رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب وعضوية عدد من نواب الكونغرس بالحزبين الجمهوري وديمقراطي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة مع تأكيد دور الكونغرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لأفاق أرحم لا سيما في ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي وفي ذات السياق سمن أعضاء الوفد الأمريكي الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين مثنيين على التنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات والذي ينعكس بصورة إيجابية على مصالح الشعبين الصديقين وعلى المنطقة وقد تناول لقاء في هذا الصدد التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف حيث تم تأكيد استمرار العمل المشترك في هذا الصدد وقد أكد السيد الرئيس رؤية مصر بشأن أهمية السلام والتنمية في تكفيف منامع الإرهاب والتطرف اللقاء تناول بشكل مفصل الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدة الإغاثية لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من المعاناة الإنسانية الهائلة وقد أكد السيد الرئيس ضرورة طلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار ومنع تصعيد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية مجدداً رفض مصر التام لأية مساعي تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم كما توفق الجانبين خلال اللقاء على خطورة تسع دائرة الصراع في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين مؤكدين أن حل الدولتين هو الضامن والسبيل لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في المعادة الدستوري بنهاية الشهر الجاري خلال الاجتماع تم الإشارة إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل ولأول مرة تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب كلها الموازنة التي تشمل الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية ليبلغ إجمالي مصرفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه وإراداتها تبلغ 5.05 تريليون جنيه بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد والذي يشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولا تتضمن كامل إرادات ومصرفات الدولة وهيئاتها العامة كما وافق مجلس الوزراء على خطة التنمية الاقتصادية والاقتماعية للعام المالي 2024-2025 أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم التوافق على متباعة حرقة السوق وتحقيق انخفاض الأسعار بما يتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال الفترة الحالية مع العمل على الوصول بهذه النسبة إلى 30% عقب انتهاء عيد الفترة جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة حيث شدد الرئيس الوزراء على ضرورة تكثيف فرق العمل من دميع الوزرات والجهات المعنية والأجهزة الرقبية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية مؤكدا أن الدولة تساند القطاع الخاص والسلاسل التدارية مع إيمان واقتناع كامل بأليات السوق الحر إلا أنه بعد اتخاذ إجراءات حقيقية في انخفاض وقعي لأسعار السلع الغذائية والأساسية هذا وأكد الرئيس الوزراء أن هناك متابعة مستمرة للوضع الاقتصادي في ظل القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها الدولة مشيرا إلى أن الأمور تسير بواتيرة جديدة مع استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية وفي هذا السياق أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم خلال الأسبوع القليل المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تنمية رأس الحكمة كما تم حاليا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي مراسمة توقيع عقد تخصيص الأرض لإنشاء مصنع لتصميم وتصنيع وإنشاء صوامع تخزين الغلال ومكوناتها وملحقاتها بمنطقة شرق بورسعيد وذلك بين شركتين شرق بورسعيد للتنمية وفيروم مصر للصوامع والتخزين عقب التوقيع أشار رئيس الوزراء إلى أن العقد يأتي تكسيدا للخطة الشاملة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في توطين الصناعات الاستراتيجية خاصة في المنطقة الاقتصادية للقناة السويس ومنها توطين صناعة صوامع الغلال وتعميق تصنيع مكوناتها وإحلال الواردات منها مع التوده للتصدير وكذل استفادة من خبرات الشريكات العالمية بموجب الاتفاق تقوم شركة تفيروم مصر بإنشاء مصنع لتصميم وتصنيع وإنشاء صوامع تخزين الغلال ومكوناتها وملحقاتها باستثمارات تصل إلى 1.6 مليار جنيه كما شهد الرئيس مجلس الوزراء مراسمة توقيع عقد نقل حق انتفاع بمساحة من الأرض تقدر بحوالي 270 ألف متر مربع ضمن منطقة تيدا الصناعية لصالح شريكات شين تشينج لصناعة مواسير الدكتايل لاستخدامها في إقامة أنشطة صناعية تنفذها الشريكة يأتي ذلك التوقيع بغرض إنشاء مشروع مواسير حديد الدكتايل حيث يتضمن المشروع إنتاج مواسير حديد الزهر باستثمارات تبلغ 146 مليون دولار بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنويا وقيمة إنتاج سنوية تبلغ مليار و 200 ألف دولار نهاية المورز شكرا للمتابعة المترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة